اشتركوا في القناة اهلا وسهلا فيك اهلا فيك هي الفكرة انت بتعرف التحديات اللي عم نقطع فيها بمنطقتنا ويلي عم بتقدي لانه يكون فيه نوع من الشرزم المجتمعية بين نسيج المجتمع الواحد لازم يكون نسيج المجتمع الواحد فاجت الفكرة انه هيدا العيد الوطني اللي هو عيد ديني بالاول وتحول لعيد وطني وصار شامل على الاراضي اللبنانية لما مننقل هيدا التجربة هيدا الفكرة يعني ممكن ما يكون عيد البشارة بحد نفسه بسيه تصور كان انه هيدا المثال اللي داعي للتعايش اسلام المسيحي لما بينقل هيدا التجربة لكل دول الشرق الاوساط وهيك بلشت الفكرة فتوصلنا مع القيادة الروحية بقلب العراق وبسوريا وبالاردن وبفلسطين وبلبنان طبعا وبمصر اكيد على حد سوي ورحبوا كتير بالفكرة وبلشنا انطلقنا من هيدا من هيدا الدعسة الاولى كانت بالنسبة لنا هذا التجاوب من قبل كل القيادات الروحية بكل البلدان اللي زكرتيا حدفتيك دكتور اديش هالنسيج الاجتماعي متشابه بكل البلدان اللي زكرت او لأ بيختلف من بلد لبلد ونحنا بلبنان بنعرف بلد العيش المشترك قدى فينا نكون عم نضوي ونركز على القواسة المشتركة اللي بتجمعنا بدل ما تفرقنا طبعا كل منطقة كل بلد عنده خصوصيته يعني الحرب بسوريا كمانا كان الى دور سلبي على مفهوم التعايش الاسلام المسيحي وهلأ بمصر كمانا مع الرئيس السيسي يعني داعي موضوع بيت العيلي اللي هو داعي لتعايش اسلام المسيحي من قيادات الروحية مشتركة بين المسلمين وبين المسيحيين يعني في خصوصية لكل بلد وكرميل هيك نحنا فكرنا بهذه القصة يعني كيف ممكن هالتجارب كلها المشتركة تخلق واحدة مجتمعية بمنطقة شرق الأوسط اللي هو احد اهداف مجلس كنائق الشرق الأوسط يوحد المجتمع اللي نحنا عايشين فيه اه اكيدة نحكي عنا برنامج اللقاء كيف رح بيكون ومين رح بيضم يعني القيادات الروحية الموجودة اه احنا عنا بالنسبة لقلنا المحور الاول اللي هو بيجمع طبعا القيادات الروحية اه عنا غبطة البطريار كيوحنا العاشر ياسجي اه طبعا عنا غبطة البطريار كاردينال مر بشارة بطرس الراعي عنا سمحت علام الشيخ علي الخطيب عنا سمحت الشيخ العقل دكتور سامي أب المنا عنا سيدة المتران بولوس عبدالسيتر وعنا غبطة البطريار كالويس ساكو من العراق بالجلسة الثانية عنا النموذج الشرق أوسطي بالحياة المشتركة عنا المتران عطل حنة من الادس عنا فضيلة الدكتور عمر أبو الزاد اللي هو بيت العيلة بمصر مع نيافة الأنباء رمية بيرجع عنا نهية تجربة مش بس دينية هي تجربة مشتركة بين النخب الثقافية اللي عندن البابليك فيس بيكونوا كتير معروفين وعندن حيثية بقلب المجتمع والمع القيادات الدينية اللي ينعمل شي مشترك لحتى ننطلق بمشروع أو بملقاء حواري بالمرحلة الآدمة طبعا عنا دكتور عبدالكريم ناجم اللي هو رئيس المجلس الصوفي الأعلى بفلسطين عنا دكتور عبدالحسان شعبان دكتور وليد الشوملي اللي هو المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات دكتور محمد الحراني من سوريا اللي هو رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا دكتور نزام عصافي اللي هو رئيس مركز حقوق الإنسان بعمان ودكتور رامها زحلو اللي هي عميدة كليت التربية بدمشق بيرجع بجلسة الثالثة عنا تحت عميم من التعايش إلى الوحدة في الحياة عنا دكتور محمد السماك اللي هو بلجنة الحوار الإسلامي المسيحي باللبنان عنا الاستاذ مروان أبو فادل اللي هو رئيس اللقاء الأكتور الأرثوديكسي عنا دكتور سامير مرقوس اللي هو كان عنده دجا تجربة بمصر وكان وزير بمصر بجمهورية مصر عنا دكتور حسين رحال عنا دكتور طارق الخوري اللي هو كان عضو بمجلس الشعب الأردني اللي هو كتير بيشتغل على الوحدة المجتمعية وعنا دكتور رواء قاشا اللي هي مسؤولة العلاقات الخارجية بجامعة الموصل وناشطة مجتمعية يعني هاللقاءات رح بتكون عبر تطبيق زوم لا في عنا في اشياء حضورية نعم في عنا من سوريا وقصمة من العراق رح يجو يكونوا تطلعوا معنا طبعا وأكيد مع اللبنانيين حيكون الحضورة والباحثين من مصر وقيادة روحية طبع مصر حيكونوا وبفلسطين يعني كنت تعرفي في صعوبة أنهم يجو حيكونوا عبر منصة زوم يعني بآخر هالجلسات واللقاءات رح يصدر توصيات نعم الأمين العام هو حيطلق مبادرة يعني بآخر الجلسة وحيكون هذي المبادرة أهدافة أنه كيف ممكن ينعمل حوار بالمرحلة القادمة نحو مفهوم الوحدة المجتمعية أو نحو مفهوم بناء السلام الإجابي هلأ أنا ما حقوق هو شو بدي أقول بس عم بحكي عن الفكرة اليوم من خلال كل هذه اللقاءات وتنكون عن جد من الناحية الاجتماعية أديش متشاركين بكل هذه البلدان والحرب دائرة يعني الحرب بفلسطين بجلوب لبنان واليوم كل هذه البلدان مهددة أدي فعلا نحن قدرين من هيك لقاءات نفكر بنشر السلام هذي مساحة تعبير جماعي يعني بتدعي لوحدة المجتمع مش بس وبتعرفي أنت المجلس كنائس الشرق الأوسط عنده قطللت على دول الغربية وعا صفحته في كتير باتاركي وكرادل غربيين بفوتوا وبيشوفوا بتكون فرصة لألنا لننقل الصورة الحقيقية اللي عم بتصير هلأ طبعا نحن بالشأن السياسي ما فينا نتعاطى ولكن عم ننقل الصورة الحقيقية ووجع اللي بدي يطلع من فلسطين حيحكي عن جدا عن وجع المجتمع الفلسطيني والنكبة اللي عم بتصير والإبادة الجامعية اللي عم بتصير حتى تجربة مصر بيت العائلة كتير مهمة لأنه كانت تجربة كتير ناشحة نقلولنا التجربة نشوف شو هن الأليات اللي فينا نبلش فيها لندعي لطولة حوار تحت هذا المفهوم دكتورة قدي اليوم فعلا حتى بيدر بالخبورات ممكن يغني كل الشعوب بكل المنطقة هيدا الشغلة الأساسية أنت عم تجمعي القيادات الروحية اللي عندها أمبات كتير قوي على المجتمع والقيادات الفكرية مثل ما شفت الأسماء قداش هي مهمة اللي كمان عندها تأثير فإذا طلعنا بخلاصة توحيدية ممكن من خلالها ننطلق لمصار جديد نحو الوحدة المجتمعية قديش اليوم القاعدة الشعبية تعمل بتوجيهات القادة؟ كتير لأنه نحنا وقت درسنا أنا أعطيك تجربة عملناها بالجامعة اللبنانية بالشراكة مع فرنسا مع مختبرات فرنسا حول تأثير القادة الروحيين بفترة كوفيد كان عندهم تأثير كتير كبير والتزموا العالم من أنه ما يروحوا على المراكز الصلاة فترة زمنية طويلة فلا لحد يتحلق بمجتمعنا هادي مبادرة إيجابية أنه بعض المواطن اللبناني بيتأثر بالقيادات اللي ممكن تكون عم بتساعد لتطوير المجتمع وتحسينه طبعا أدي نحنا اليوم بظل هالثورة والعولمة المشيح العالم أدي فعلا بعد قدرين نكمل بهذا النمط؟ بلشنا نشوف أنه العولمة عندها كتير مساوئ سلبية على المواطن وكيف عم تلغي وجوده وعم بتحل محله الارتيفشل انتليجنس مش عطول يعني نحنا عنا وعي مجتمعي عند شباب ناصر ويعرفوا أنه هيدا خطر عليهم وعلى استمراريتهم فيمكن كرمال هيك بعد عنا شوية الانتماء الأولي بعده بقياداتنا أو بالمفكرين طبعنا عم بيأثر على تصرفاتنا وهيدا شغلة إيجابية يعني بتدل أنه نحنا ما بنتأثر عنا خصوصية ممكن ناخد الأشياء الإيجابية من التكنولوجيا ولكن بعدنا ملتزمين بتقاليدنا وبعادتنا وبالشي اللي تربينا قديش في من ثوابت وقيام لا عنا يعني خايفين كميرا من هذا التدهور الحاصل من الاندسار قدي نحنا بعدنا متماسكين بثوابتنا وقيامنا لا أنا برأيي أنه نحنا بعدنا أقل خطر بكتير من الدول لأن بعض العائلة موجودة بعده التماسك المجتمع شعين وبعدنا منجتمع سواء على الأعياد بعدنا منحتفل عنا تعاضد بقلب تجاه الصدمات النظامية اللي عم نتعرض له سواء انفجار بيروت سواء كوفيد سواء الأزمة الاقتصادية بعدنا لحديث هلأ أنه حيلا بلد بالعالم يتعرض لهل قدي ناكسات أكيد كان رح ينهار نحنا بعدنا تماسك مجتمع كتير كبير مشان هيك مستمرين نحنا بدنا نشكرك على حضورك معنا دكتورة لور أبي خليل منسقة مشروع تأهيل رأس المال اجتماعي بمجلس كنائس الشرق الأوسط بالتوفيق لكل مشاريعكم ونشاطاتكم شكرا من جديد شكرا شكرا